رغم مرور حوالي أسبوع على إعلان المنظومة الجديدة للتعليم كلمنا عنها وأثار حولها جدل كبير جدا ويمكن عملنا عنها هنا أيضا فقرة لكن لسه الجدل مستمر حول فكرة التعريب بالمدارس التجربية وده اللي خلى الحقيقة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يكتب بوست على صفحته على فيسبوك تحت عنوان الإجابة الشافية لمسألة تعريب اللغات الوهية قال فيه أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن تعريب اللغات في المدارس التجربية وأنه يتم التشاور مع المدارس التجربية بشأن مستقبل تطبيق النظام التعليمي الجديد في عام 2020-2021 أما النظام التعليمي الجديد فهيتم تطبيقه على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018-2019 في المدارس الحكومية العربية والمدارس اليابانية فقط الوزير قال كمان أن الوزارة لم تصدر من الأساس أي قرار عن الموضوع ده وأن اللي بيتردد عن تعريب التعليم مش حقيقي لكن الجدل كان مستمر وكمان كان حاولين دخول وتطبيق المنظومة على المدارس اليابانية فهذا